بسم الله الرحمن الرحيم تقدم مدرسة الأهرام مدر منهج اللغة العربية بالصف الثاني الابتدائي تحت إشراف أسرة اللغة العربية للصفوف الأولى حسناً كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي أمان بإذن الله اليوم لدينا ظاهرة جديدة تسمى علامات الترقيم علامات الترقيم ما هي علامات الترقيم يا ترى؟ إنها علامات أحبابي نستخدمها في اللغة العربية إما في وسط الجملة أو في وسط الكلام أو في نهاية الكلام حسناً هيا بنا لنتعرف على هذه العلامات أول علامة لدينا وهي النقطة تستخدم أين؟ في الوسط أم في نهاية الجملة؟ نعم إن النقطة تستخدم في نهاية الجملة العادية وهي الجملة التي ليست بسؤال ولا بأسلوب مثل أحب قراءة الكتب حسناً ماذا أضع في النهاية؟ نعم أضع نقطة في نهاية الجملة حسناً والعلامة الثانية هي الفاصلة حسناً وهي تشبه حرف الواو الصغير ولكن مغلقة ومقلوبة مثل هذا الشكل حسناً وأقول تستخدم بين جملتين مثل أحب القراءة ثم وضعت فصلة وقلت وأذهب إلى المكتبة دوماً إذن أنا قلت الجملة الأولى وهي أحب القراءة ثم وضعت فصلة تفصل بين الجملة الأولى والجملة الثانية وهي أذهب إلى المكتبة دوماً وفي النهاية وضعت ماذا؟ علامة الترقيم الأولى وهي النقطة فأنا أضعها في نهاية الجملة ولكن الفاصلة توجد أين؟ نعم في الوسط بين جملتين أحسنتم علامة الاستفهام حسناً وهي تشبه رقم 2 وأسفل نقطة وهي تستخدم في نهاية السؤال فعندما أقوم بسؤال عندما أقول سؤال أضع في النهاية علامة الاستفهام مثل هل تحب القراءة؟ أضع في النهاية علامة الاستفهام فإنني بدأت السؤال بأداة الاستفهام إذن لابد أن أضع في النهاية علامة الاستفهام حسنتم العلامة الأخيرة وهي علامة التعجب وهي العلامة التي أخذناها في الدرس السابق وهو أسلوب التعجب وقلنا أننا نضع في النهاية علامة التعجب فهي تستخدم في نهاية أسلوب التعجب مثل ما أروع القراءة هنا أتأعجب من روعة القراءة فماذا أضع في النهاية يا ترى؟ نعم أحسنتم أضع علامة التعجب حسنا إذن أحبابي تعرفت اليوم على علامات الترقيم وقلنا أنهم أربع علامات لدينا اليوم الأولى هي النقطة وتستخدم في نهاية الجملة رقم اثنين وهي الفاصلة وتستخدم بين جملتين بعد أن أضع الجملة الأولى أضع في الوسط الفاصلة ثم الجملة التالية حسنا العلامة الثالثة وهي علامة الاستفهام وهي تستخدم أين يا أحباب؟ نعم تستخدم في نهاية السؤال والعلامة الأخيرة وهي علامة التعجب وهي تستخدم في نهاية أسلوب التعجب والآن لدينا مجموعة من الأمثلة هيا لنقوم بالإجابة عليها معا ضع علامة الترقيم مناسبة كيف تذهب إلى المدرسة؟ حسنا انظروا كيف كيف بماذا بدأت الجملة؟ نعم إنها بدأت بأدات استفهام؟ أحسنتم إذن ماذا أضع في النهاية يا ترى؟ نعم أضع علامة استفهام أنتم رائعون كالشكل التالي أحسنتم المثال التالي ذاكرت دروسي جيدا ذاكرت دروسي جيدا بماذا بدأت الجملة؟ نعم ذاكرت وهذا فعل إذن ماذا أضع في نهاية الجملة التي بدأت بفعل؟ نعم أحسنتم رائعون أضع نقطة أحسنتم يا أحباب حسنا ما أوسع البحر ما أوسع البحر هيا فكروا ما أوسع هل يذكركم هذا بأسلوب؟ أحسنتم الأسلوب التعجب حسنا ماذا أضع في نهاية ترى؟ نعم علامة التعجب رائعون حسنا حفظت النشيد حفظت النشيد حسنا ثم نقط ثم ألقيته على المسرح ونقط حسنا حفظت النشيد ثم نقط ثم ألقيته على المسرح ماذا أضع في الوسط؟ نعم أضع في الوسط علامة الترقيم وهي الفاصلة حسنتم ثم ألقيته على المسرح ماذا أضع في نهاية الجملة يا أحباب؟ نعم أضع نقطة حسنتم حسن أحبابي وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم إلى اللقاء في فيديو شديد ترجمة نانسي قنقر